السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا عرفات أعظم اللحظات المؤثرة في يوم عرفة ويوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة يوم عظم الله عز وجل أمره ورفع الله عز وجل قدره يوم أقسم الله عز وجل به فقال جل على والفجر وليالي عشر والليالي العشر كما قال ابن عباس هي أيام العشر الأول من ذي الحجة والفجر وليالي عشر والشفع والوتر قال ابن عباس الشفع يوم النحر يوم عشر ذي الحجة اليوم الذي تذبح فيه الأطحيات الشفع يوم النحر والوتر أو الوتر يوم عرفة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال جل وعلا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اختلف أهل العلم في الشاهد والمشهود على ستاشر قول كان من بينها أن الشاهد هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم والمشهود يوم القيامة والقول الثاني أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة بفضل الله سبحانه وتعالى يوم عرفة هو اليوم الوحيد الذي يجتمع فيه كل الحجاج هو معيد لأهل الموسم بفضل الله والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج عرفة إنه اليوم الذي أنزل الله عز وجل فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم الجمعة كما ذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين بل إنه اليوم الذي أخذ الله عز وجل فيه ميثاق ألست بربكم قالوا بلى قال جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أخذ المفاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة وأخرج من صلبه كل ذرية ضرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم كبلا فقال لهم جل وعلا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أخرج الله عز وجل كل الذرية وأخذ عليهم العهد وأنت منهم وأنا منهم وأنت منهم وكلنا منهم بفضل الله علشان كده كان أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مالك بإسناد حسن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مع أن هذا ليس دعاء بل هو ثناء وتوحيد لله سبحانه وتعالى ولذا لما سألوا سفيان بن عيين قالوا له كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إلى آخر الحديث قالوا هذا ثناء وليس دعاء قال أجل ثم ذكر لهم واحدا من الشعراء اسمه أمية بن أبو الصلط كان رجلا فقيرا وكان عفيفا فذهب إلى رجل من الأثرياء الكرماء وهو عبد الله بن جدعان فلما أراد أن يأخذ منه شيئا من المال كان محتاجا إليه فاستحيا أن يسأله المال فقال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء ففهم عبد الله بن جدعان أن الرجل بحاجة إلى المال فأخرج له سرة من المال وأعطاه إياها فقال سفيان بن عيينة فإن كان هذا عبد من عباد الله رضي بالثناء بدل الطلب والدعاء فكيف برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى ولذلك كان دعاء تفريج الكرب واسمه دعاء تفريج الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وهذا أيضا ثناء وليس دعاء لكن المولى عز وجل قال من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل مما أعطي السائلين الله أكبر ولذا أختم بهذا الحديث قبل الفاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح إن الله عز وجل يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم أن يقول للملائكة سبحانه وتعالى انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعطق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة ثم يقول ما أراد هؤلاء الله أكبر بل وفي الحديث الذي رواه ابن المبارك بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب فقال يا بلال أنصت لي الناس خلي الناس تسكت عشان تسمعني أنصت لي الناس فقام بلال فقال أنصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت الناس جميعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر الناس أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام قال له إن ربك يقرئك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله هذا لنا خاصة فقال له صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر بن الخطاب كثر خير الله وطاب الله أكبر فالله عز وجل ينزل طوال السنة كل ليلة إلى السماء الدنيا كما ورد بذلك الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل كل ليلة في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا وينادي هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح الله أكبر لكن في يوم عرفة هو اليوم الوحيد الذي ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليك بجلاله وكماله بالنهار وليس بالليل بالنهار ولا ينزل فقط بل ويدنوا سبحانه وتعالى ويباهي بكم الملائكة فاتعوا بما شئتم في هذا اليوم الميمون المبارك طوال العام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لكن في هذا اليوم بالذات في يوم عرفة يزداد الكرب يزداد الكرب وإنه لا يدنوا ملايين البشر تجدهم في يوم عرفة واقفين في عرفة بمختلف الألسنة واللهجات والجنسيات والكل يقول يا رب هذا رجل هندي يدعو وهذا باكستاني وهذا أفغاني وهذا مغريبي وهذا جزائري وهذا مصر وهذا أمريكي وهذا فرنسي كل بلغات العالم والله عز وجل يسمع لغاتهم ويعرف كلامهم ويعلم كلامهم ويعلم شكواهم ونجواهم وحاجتهم فيقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويعطيهم بما شاء سبحانه وتعالى فخزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى خزائن الله لا تنفد فكما في الحديث الذي رواه مسلم أن الله عز وجل يقول في الحديث الكدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيت ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم يعني إذا أدخلت البحر حط إبرة في البحر خادت إم البحر ولا حاجة فلو أن الله أعطى الإنس والجن كل ما يحتجون إليه من خلق الجن ثم خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة ما نقص ذلك من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى الله أكبر فما أعظم الله سبحانه وتعالى يعني نذهب إلى الحج وعلينا ذنوب كالجبال جبال من الذنوب تتحرك إلى يوم عرفة فإذا وقفوا في يوم عرفة ولجأوا إلى الله عز وجل عادوا مرة أخرى وقد غفرت ذنوبهم يعودون من حجهم كيوم ولدتهم أماتهم قد غفر ذنوبهم وقضى حوائجهم وسطر عيوبهم وأكرمهم وأغضق عليهم من خيره ومن نعمته ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى فلابد أن نتذكر بهذا الجمع يوم الجمع يوم القيامة يوم البعث يوم الحشر يوم نقض بين يدي الله سبحانه وتعالى حفاتا عراتا غرلا غير مختونين والشمس تدنوا فوق الرؤوس ثم يصطفي المولى عز وجل الصالحين ويجعلهم يجلسون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله ثم يأكلون من تلك الوجبة التي أعدها لهم مالك الملك وملك الملوك زيادة كبد النون ثم نشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندخل الجنة خلف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ففي يوم عرفة أكثر من الدعاء أخلص النية لله أطلبوا ما شئتم بفضل الله وانشغلوا أكثر بالذكر عن الدعاء فإن المولى عز وجل يقول من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل مما أعطي السائلين ولعل وعسى فهناك أناس صالحون في كل أرجاء الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى فلعل وعسى حينما تدعو أنت لأخيك المسلم وأخوك المسلم يدعو لك وأنت تدعي لأختك وهي وهي تدعو لك فلعل وعسى فهناك ملك موكل كما في الحديث الذي روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل إنه يوم عرفة إنها روحانيات عجيبة تشعرون بها في يوم عرفة حتى لو لم تكونوا في الحج فما ظنكم وأنتم في الحج وحولكم أناس الكل يدعو والكل يبتهل إلى الله كلهم بلغات العالم يجأرون إلى الله عز وجل ويدعون والله في موسم من مواسم الحج رأيت رجلا من بلاد الهند رجلا كبيرا في السن سنه قد تغطى السبعين أو يعني يشارف على الثمانين من عمري وكان واقفا مستنذا على عصى رافعا يديه إلى السماء ويدعو ويبكي بكاء يقطع الكبد ويقطع القلب فوقفت وجواري والله أحسست أن الرحمة تتنزل على هذا المكان قلت لعله عسى قلت لعله عسى يمكن تصيدوني بعض الرحمات التي تنزل من رب الأرض والسماوات في هذا المكان بخشوع هذا الرجل وبهذا الذل الذي يظهره بين يديه وبهذا الإخلاص الذي رأيته من صوته ومن بكائه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك إذا انصرفنا من عرفات أشهدكم يا ملئكتي أني قد غفرت لهم سبحان الله طب لو لم نكن في عرفات الله عز وجل لا يحرمنا أبدا من هذا الخير تدعو تذكروا الله عز وجل تقرأوا الكرآن تذكروا الله عز وجل تكثروا من الدعاء والله لن يحرمكم أبدا من هذا الخير بفضل الله تصومون يوم عرفة إذا لم تكونوا في الحج فيغفل لكم ذنب سنة مضت وسنة قادمة ومع ذلك أيضا يغفل لكم كل ذنوب العمر لو تبنى إلى الله عز وجل في هذا اليوم ويعطينا كل سؤلنا لو توجهنا إلى الله وسألناه بإخلاص سبحانه وتعالى وجل جلاله فهو الرحمن الرحيم الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي سبحانه وتعالى وجل جلاله أسأل الله عز وجل أن لا يحرمني وإياكم من فضله ومن إحسانه ومن عفوه ومن رحمته سبحانه وتعالى وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة